إنكار قطري للأدلة التي قدمتها الدول الدعية لمكافحة الإرهاب عن سياسات قطر التحريضية فقطر لم تعترف بدعمها الإرهاب مالياً ولوجستياً وإعلامياً على الرغم من كل الأدلة التي تدينها أدلة دامغة قدمتها الدول الأربع منها ما أثبتته إدارة التحريات المالية في البحرين أبرزها إرسال أحد رجال الأعمال القطريين الحوالات المالية لإرهابيين في البحرين على مدى خمس سنوات كما أن المكالمة المسربة بين مستشار أمير قطر حمد العطية والإرهابي حسن سلطان بيّنت التآمر القطري على البحرين كذلك لجأت شخصيات مطلوبة من دول عدة ومنها مصر إلى الدوحة حيث وجدت ملاذاً آمناً وهو ما أدنته الخارجية المصرية خصوصاً أن قطر وفرت للمطلوبين منصات إعلامية داخلية وخارجية نشروا عبرها خطاب التنظيمات الإرهابية وأبرزها تنظيم الإخوان الإنكار القطري والمكابرة مستمران على الرغم من ثبوت نقد قطر تعهداتها في الاتفاقات التي وقعتها واتفاق الرياض عام 2013 والاتفاق التكملي عام 2014 خير دليل على ذلك إذ شددت بنود الاتفاق على ضرورة وقف دعم التنظيمات الإرهابية ووقف التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى التحريض القطري يتوثق كذلك في محاولة تسيس الحج فقطر سارعت لاتهام السعودية بعرقلة أداء القطريين مناسك الحج وهو ما ثبت أنه غير صحيح موقف أضحى مكابرة قطرية يؤكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور جرجاش فالمعطيات تؤكد ادعاء الدوحة المظلومية عبر تعرضها لحملة بينما تتمسك الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في اجتماعي القاهرة والمنامة بمطالبها الثلاثة عشر دعية قطر لتغليب الحكمة والمنطق والتوجه إلى الرياض للتوصل إلى حل بدل الرهان على التدخل الخارجي الذي يثبت فشله منذ اليوم الأول للأزمة